يقدم لكم هذا البرنامج برعاية سونة راك النشرة الاقتصادية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم قال الرئيس الجزائري عبد المجي تبون إن الجزائر وصلت إلى المؤشرات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنفسية الرئيس الجزائري وفي رسالة له بمناسبة اليوم الوطني للشهيد أكد أن بلاده تجاوزت المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي بفضل جهود مضنية وحرص لم ينقطع مشيرا إلى أن صوت الجزائر خارجيا ظل مسموعا ومقدرا وتعززت مكانتها إقليميا ودوليا بفضل ما تتمتع به من موثوقية ومصداقية وما أحرزته من شركات استراتيجية متنوعة مهما كانت الأشواط والمراحل التي قطعناها والإنجازات والمكاسب التي حققناها بفضل الانخراط الواسع لبنات وأبناء الجزائري في مصار نهضوي وطني متعدد الأبعاد والجبهات فإننا نستشعر على الدوام حجم التحديات التي تنتظرنا لاستكمالها معا بعد أن تجاوزنا بجهود مضنية وحرص لم ينقطع المؤشرات الحمراء على المستوى الاقتصادي ووصلنا إلى المؤشرات التي تضع الاقتصاد الوطني على سكة النجاعة والتنافسية وبعد أن تحققت على المستوى الاجتماعي إضافات ومكاسب غير مسبوقة للتكفل بمستوى المعيشة وحفظ كرامة الجزائريات والجزائريين وفي الوقت نفسه ظل صوت الجزائر خارجيا مسموعا ومقدرا وتعززت مكانتها إقليميا ودوليا بفضل ما تتمتع به من موثوقية ومصداقية وما أحرزته من شراكات استراتيجية متنوعة في عالم مشحون بالتجاذبات والتقلبات وتضارب المصالح أكد الخبير التقوي المستشار السابق لدى منظمة أوبيكا دكتور ممدوح سلامة أن دور الجزائر ومكانتها معترف بهما قبل منتدى الغاز وسيتعززان بعده الخبير التقوي عند نزوله ضيفا على برنامج الصباح نيوز بقناة الجزائر الدولية أشار إلى أن احتضان الجزائر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى البلدان المسدرة للغاز نابع من مكانة الجزائر في السوق الطاقوية وامتلاكها كفاءات متخصصة في الطاقة الجزائر هي قلب البنتدى تحتضن المعحد التكنولوجيات للغاز في الجزائر كون لديها العلماء ولديها المتخصصون وبالتالي هي تستحق أن يكون لديها هذا المعحد سيكون جزء كبير من المنتدى فبالتالي دور الجزائر معترب فيه قبل المنتدى وسيعترف فيه أكثر بعد المنتدى الخبير التقوي محمود أمم دوح سلامة أوضح أن تنظيم سوق الغاز سيسمح بانتقال القوى إلى جانب الدول المنتجة للغاز في هذه السوق مشيرا إلى أن مكانة الغاز الأساسية في الاقتصاد العالمي ستعطي قوة نظافية استراتيجية وجيوسياسية للدول التي تملك الاحتياطية الأوفر وتصدر الكميات الأكبر يجب تنظيم الأسعار والسوق وهذا يعني انتقال القوى إلى جانب الدول المنتجة للغاز إذا كان الغاز أساسي لإقتصاد العالم فهذا يعطي قوة إضافية استراتيجية وجيوسياسية للدول التي تملك الاحتياط الأكبر والتي تصدر الكميات الأكبر أوضح رئيس المجلس الرئاسي لبي محمد المنفي دعم بلاده لخطوات تعزيز الوحدة النقدية الإفريقية مؤكدا أهمية تفعيل بنك الاستثمار الإفريقي من مقره بالعاصمة طرابلوس المنفي وفي قمة رئاسية عقدت في العاصمة الإثيوبية دي سابابا دعا لها الرئيس الغاني حول إنشاء مؤسسات مالية إفريقية دعا إلى إيجاد سيغ لتأسيس قواعد العمل الكفيل بتوفير أدوات تمويل إفريقية ذاتية نؤيد أي خطوات تعزز الوحدة النقدية الإفريقية وإيجاد سيغ لتأسيس قواعد للعمل الكفيل بتوفير أدوات تمويل إفريقية ذاتية شرطا ألا يؤثر ذلك على أولوية انطلاق المؤسسات المالية الثلاثة الرئيسية المنشأة من قبل الاتحاد الإفريقي ليبيا اتخذت إجراءات تنفيذية لتأسيس المصرف على مستوى البنية التحتية وندعم الخطوات التي يقوم بها رئيس غانا للتسريع بتأسيس المصرف لمباشرة أعماله من طرابلوس نستشعر أهمية تفعيل بنك الاستثمار إيمانا وثقة منها بأن تتحمل ليبيا المسؤولية بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والمفوضية في وضع هذه المؤسسة الإفريقية المهمة موضع التنفيذ أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة سلمت إسطونيا نحو 500 ألف دولار من الأصول الروسية المجمدة بهدف إصلاح نظام الكهرباء في أوكرانيا وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه تم تحويل الأموال المصادرة إلى إسطونيا لأن الظروف الحالية لا تسمح بنقلها بشكل مباشر مشيرة إلى أن إسطونيا تستخدم هذه الأموال في مشروع لتسريع تقييم الأضرار والإصلاحات الحاسمة لأنظمة توزيع ونقل الطاقة الأوكرانية أبلغ وزير الخارجي الصيني وونجي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات على الشركات والأفراد الصينية وأكد وونج خلال لقاء جمعه ببلينكين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن محاولات الابتعاد عن الصين لن تؤثر سوى على الولايات المتحدة مشيرا إلى حقوق التنمية المشروعة لبلاده داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة رفع العقوبات وعدم المساس بحقوق التنمية المشروعة للصين كما طالب كبير الدبلوماسيين الصينيين إدارة بايدن بوقف ما وصفه بالمضايقات والاستجوابات غير المبررة للمواطنين الصينيين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغ الاستثمار المباشر لشركات الألمانية في الصين مستويات قياسية عند 13 مليار دولار السنة الماضية وحسب تقرير معهد الاقتصاد الألماني واستنادا لبيانات البنك المركزي الألماني زاد الاستثمار في الصين كحصة من إجمال الاستثمار المباشر الألماني الخارجي إلى 10.3% السنة الماضية في أعلى مستوى له منذ 2014 وشار تقرير لوكالة بلومبرغ أن هذا يدل على حرص ألمانيا على التوسع في ثاني أكبر اقتصاد حول العالم حتى في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي عملية التدقيق في هذه الاستثمارات بسبب مخاوف أمنية أبقى البنك المركزي الصيني على معدل الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير مع ضخ كمية محدودة من النقد في النظام المالي وفاد بنك الشعب الصيني في بيان له الأحد أنه أبقى سعر الفائدة على قروضه لعام واحد عند 2.5% مع ضخ 139 مليون دولار عبر صندوق المتعدد الأطراف مشيرا إلى أن قراره يهدف إلى الحفاظ على سيولة النظام المصرفي بشكل معقول من أجل تعزيز الطلب المحلي وجاء قرار البنك المركزي الصيني بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في التعاملات الخارجية الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع الدولار ختام النشر الاقتصادية للمزيدنا الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمي الظاهرة أسفل الشاشة بأمان الله قدم لكم هذا البرنامج برعاية سونتراك اشتركوا في القناة